اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم نبدأ إن شاء الله بذكر الاستدلال على البراءة الشرعية في الشبهة التحريمية إذا كان في مقابل الشبهة التحريمية ما عدى الوجوب يعني نشك هل هو حرام أو مستحب هل هو حرام أو مكره هل هو حرام أو مباح واحدة من هذه الثلاثة شبهة تحريمية في مقابل غير الوجوب ما عدى الوجوب نستدل بأدلة شرعية على البراءة تم الحديث عن الآيات الآن الحديث عن الروايات الرواية الأولى هي ما يعرف بحديث الرفع رفع عن أمة تسع هذا الحديث فيه كلمة ما لا يعلمون رفع ما لا يعلمون فإذا كان ما لا يعلمون مرفوعا والحكم الشرعي هنا لا أعلمه في الشبهة التحريمية أنا أجهل هل هو حرام أو ليس بحرام فكأنه يكون مرفوعا فيرفع هذا الأمر على تفصيل يأتي إذن قد يستدل بهذا الحديث على رفع الحرمة التي طبعا من جهة الواقع غير العالم مكلف نحن نعتقد باشتراك الأحكام بين العالم والجهل ولكن لأنه جاهل المولى سبحانه وتعالى رفع آثار هذه الحرمة هنا في رفع ما لا يعلمون الذي ما هنا اسم موصول بمعنى الذي هناك ثلاثة احتمالات يذكرها المرحول المصنف ولكن تذكر مع تقديم وتأخير واستدلال ورد للاستدلال وتقريب واعتراض ورد على الاعتراض بارتفاع وانخفاض فالمطلب ليس سلسا وليس متسقا بشكل مرتب بحيث يسهل على الطالب تلقي المعلومة بشكل مرتب ومتسلسل وواضح وسلس وإنما تقديم وتأخير وقد يقال وتدبر فتأمل إلى آخر فالأحبة قبل أن أبدأ نحتاج أن يحضر ثلاثة صفحات بيضاء وكل صفحة من هذه الصفحات يكتب عليها أحد هذه الاحتمالات فسيأتي تقريب الاحتمال يأتي الاعتراض على الاحتمال يأتي الجواب على الاعتراض يأتي تأييده يأتي رد التأييد وهكذا فيجب أن نقسم المباحث إلى ثلاثة طبعا بعضها مختصر وبعضها أكثر تفصيلا وأكثر بيانا وأكثر حديث هنا في ما لا يعلمون الذي ما هو المرفوع البحث في هذه الحصة وبعض الحصص اللاحقة البحث في المرفوع ما هو ثم يأتي إن شاء الله معنى الرفع سيفسر معنى الرفع ويلفت إلى أنه هذا رفع تشريعي فهو يرفع الآثار التشريعية وسيأتي الحديث فيه إن شاء الله هنا نتحدث عن المرفوع ما هو رفع عن أمتي ما لا يعلمون المرفوع فيه ثلاثة احتمالات كل واحدة من هذه الاحتمالات تكتب في ورقة مستقلة حتى هناك نكتب كل ما يخص هذا الاحتمال من تقريب أو نقض من اعتراض أو جواب وهذه الاحتمالات ليست مرتبة يعني لا أذكرها بالترتيب حتى نحتاج مثلا نذكر الاحتمال الثاني نخرج الورقة الثانية نحتاج الاحتمال الثالث نخرج الورقة الثالثة وهكذا يحتمل أن يكون المراد من الرافع هو جميع الآثار رفع عن أمتي جميع الآثار المتعلقة بهذه الأمور التسعة فالاحتمال الأول هو رفع جميع الآثار هذه ورقة هذه ورقة الورقة الثانية الاحتمال الثاني أن يكون المرفوع ما الاسم الموصول رفع عن أمتي ما يعني الذي هو خصوص المؤاخذة رفع عن أمتي المؤاخذة المحاسبة المؤاخذة يعني المحاسبة لما فعلت كذا لما تركت كذا ألم أقل لك هذه تسمى مؤاخذة يأخذ عليه كذا يعني يعاتبه على كذا يكون هناك موقف في قبال موقف من المولى في قبال عدم الطاعة فيؤاخذه عليه وهذا التعبير تعبير قرآني موجود فالاحتمال الثاني هو أن المرفوع أن يكون المرفوع خصوص المؤاخذة في الأمور التسعة جميعا هذه ورقة ثانية الورقة الثالثة يكتب في بدايتها كعنوان احتمال أن يكون المرفوع في كل واحد منها بحسبه في كل مورد منها ما يناسبه في كل مورد منها ما يناسبه المورد الذي يناسبه أنه حديث عن الموضوعات يكون البحث عن الموضوعات عن الأحكام عن الأحكام كل بحسبه لا نأخذ التسعة صفقة واحدة وإنما نلحظ كل واحد منها بحسب ما يناسبه من الرافع هذه هي الورقة الثالثة صار عندنا ثلاثة أوراق ورقة مكتوب عليها جميع الآثار ورقة مكتوب عليها خصوص المؤاخذة يعني جميع الآثار في التسعة ورقة مكتوب عليها خصوص المؤاخذة في التسعة بلا فرق بينها ثالثة أنه في كل مورد خصوصيته ولكل مورد خصوصيته ويكون المرفوع فيه بحسبه هو ولا علاقة له بباقي الثمانية يلاحظ نفسه هو بالثمانية الباقية يلاحظ نفسه ما يناسبه يرفع منه سيأتي إن شاء الله البحث في كل واحدة واحدة من هذه الثلاثة نبدأ بالبحث ثم نحتاج أن نقسم البحث ونوزع البحث على هذه الثلاثة طبعا يكون عندكم ورقة ملاحظات غير هذه الثلاثة لأن هناك أمور تذكر خارج عن هذه الثلاثة اللي هي الخط العام للدرس الخط العام للدرس في ورقة وهذه الثلاثة على حده نبدأ بالخطوة الأولية قال رحمه الله وأما السنة فيذكر منها في المقام في مقام إثبات البراءة الشرعية هنا نبحث في الشمهة التحريمية أخبار كثيرة منها المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند صحيح في كتاب الخصال كما عن التوحيد توحيد الشيخ الصدوق رفع عن أمة تسعة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه الخبر لو كان ذاكر الباقي لكان أفضل لأنه سيبحث الباقي اللي هي الحسد الطيرة والوسوسة في الخلق ما لم يتكلم بشيء ما لم ينطق ببنت شفة سيأتي إن شاء الله فهو سيبحثها فما دام يبحثها فماك داعي لإقتطاعها الإقتطاع إنما يكون إذا كان الباقي من الرواية خارج عن اهتمامنا الفعلي مثلا رواية تتحدث عن الصوم وعن الصلاة وعن الحج وبحثنا في الحج فنذكر المقطع الذي يذكر الحج إذا بحثنا في الصلاة نذكر المقطع اللي يخص الصلاة على سبيل المثال أما أنه كل الرواية سنحتاجها وكل الرواية سنبحثها ومع ذلك نقطعها هذا غير فني فكان ينبغي أن الرواية تذكر كاملة لأنه سيبحث فيها كاملتين سيبحث الطيرة والوسوسة في الخلق وإن شاء الله سأقرأ الرواية كاملة الرواية محفوظة عندي كاملة نقرأها عند الحاجة إليها المهم الآن بحثنا كلي بدأ رحمه الله يطبق على ما لا يعلمون الآن نحن نحتاج ما لا يعلمون هنا فعلا نحتاج ما لا يعلمون فبدأ يطبق أنا شككت في حكم شرب التتن هل هو حرام أو ليس بحرام لماذا ذكر الحرمة هنا باعتبار أن كل المبحث هنا في الشبهة التحريمية كلامنا في الشبهة التحريمية وليس في الشبهة الوجوبية في الشبهة التحريمية التي يكون طرفها المقابل هو الكراهة الاستحباب يعني الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة دون الوجوب لا يدور الأمر بين الحرمة والوجوب بين الحرمة وغير الإلزام كل كلامنا هنا فمثاله دقيق وصحيح ومضبوط وهو ذكر الحرمة فإن حرمة شرب التتن مثلا مما لا يعلمون شبهة تحريمية أشك هل هي حرام أو لا فهي مرفوعة عنهم رفع عن أمتي ما لا يعلمون وحرمة شرب التتن ما لا يعلمون فهي مرفوعة ومعنى رفعها هنا ندخل في مسألة جديدة تفصيلية هنا ندخل في خطوة جديدة كان عندنا خطوة أولى هي ذكر الحديث خطوة ثانية تطبيق الحديث على ما نحن فيه جعل فيه قياس حربة شرب التتن مما لا يعلمون لا يعلمون مرفوع حربة شرب التتن مرفوعة هذا الاستدلال هذه خطوة الآن ندخل في خطوة جديدة هذه الخطوة الجديدة ما هي نجد أن هذه الأمور التسعة أمور تكوينية خارجية النسيان نسيان أمر خارجي ما اضطر إليه أمر خارجي ما استكره عليه أمر خارجي فكيف يرفع هذا الأمر الخارجي ما معنى أنه يرفعه وفعلا المكلف نسيه فما معنى أنه يرفع معنى الرفع هو رفع تشريعي المولى من جهة التشريع يرفع ولا معنى لأن المولى يرفع النسيان تشريع النسيان أمر تكويني العطش أمر تكويني فالمكلف متدين ولكنه عطشان عطشا شديدا محتاج لشرب الماء وهذا الماء الماء متنجس فيكون مما اضطر إليه فلا أنه العطش يرفع عطش أمر تكويني ولا أن النجاس ترفع وإنما يرفع تشريعا الآثار التشريعية هي التي ترفع فهنا الحكم الشرعي بما أننا نعتقد أن الأحكام الشرعية تشمل العالم وتشمل الجاهل قطعا فهذا الجاهل حكمه موجود على حاله لا نقول أنه حكم مرفوع وتكون الأحكام مختصة بالعالم بها لا الأحكام تشمل العالم وتشمل الجاهل فإذن الحكم بما هو حكم غير مرفوع التكليف بما هو تكليف غير مرفوع ثابت على حاله غاية الآمر الآثار لهذا التكليف مرتفعة وليس أصل التكليف مرتفع ولا أن الشيء الخارجي مرتفع فإذن رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يقصد به رفع التكليف بما هو تكليف وأن هذا الذي لا يعلم لا يكون مكلفا إذا قلنا أن الذي لا يعلم لا يكون مكلفا ستكون الأحكام مختصة بالعالم بها وهذا المبنى باطل عندهم يلتزمون باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل فالحكم موجود وموجه إلى الجاهل كأصل التشريع غير مرفوع طيب ولا الأمر التكويني مرفوع فلا التكوين مرفوع ولا الحكم بما هو حكم مرفوع إذن ما هو المرفوع الآثار ومعنى رفعها كرفع الخطأ والنسيان الخطأ بنفسه غير مرفوع النسيان بنفسه غير مرفوع وإنما رفع الآثار لا رفع أصل التكليف بما هو تكليف ولا رفع الأمر التكويني الخارجي أما عدم رفع الأمر التكويني الخارجي لأن التشريعيات أو التشريعات لا ترفع التكوينيات الحكم الشرعي لا يرفع التكوين ولا يغير في التكوين فإذن الأمور التكوينية غير مرفوعة وليس الحكم بما هو أصل الحكم أصل التشريع مرفوع لأنه رفع التشريع ورفع الحكم يؤدي لاختصاص الأحكام بالعالم بها إذن ما هو المرفوع؟ الآثار ومعنى رفعها كرفع الخطأ والنسيان رفع آثارها هذا واحد هذا المعنى الأول اللي أفردنا له ورقة مستقلة أنه رفع الآثار بمعنى رفع جميع الآثار في الأمور التسعة كل الآثار مرفوعة هذه ورق هذا معنى المعنى الثاني أو رفع خصوص المؤاخذة هذه الورقة الثانية لا زالت بيضاء ولكن ستمتلئ في التسعة جميعا فإذن إما رفع جميع الآثار في التسعة جميعا أو رفع خصوص المؤاخذة ما معنى المؤاخذة؟ المحاسبة لما فعلت ذلك؟ تستحق العقابة على تركك هذا الأمر تستحق العقابة على فعلك هذا الأمر هنا المؤاخذة مرفوعة أو خصوص المؤاخذة هذا الاعتمال الثاني الاعتمال الثالث يأتي فهو نظير يعني هذا الحديث يشبه الحديث الثاني يشبه هذا الحديث الآتي من هذه الجهة فهو نظير قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم يعني الحكم الشرعي الذي حجبه الله عن العباد فهو موضوع عنهم موضوع عنهم يعني مرفوع عنهم يعني مزال عنهم موضوع عليهم يعني مثبت عليهم فكلمة موضوع إذا تعدت بعلا يعني تثبت إذا تعدت بعن يعني تزيل هنا تعدت بعن فهو موضوع عنهم وضع العمامة على رأسه يعني ثبت العمامة على رأسه وضع العمامة عن رأسه يعني أزالها أزالها هنا بمعنى الإزالة بمعنى الرفع فالحكم الذي حجبه الله عن العباد مرفوع عنه ما الذي هو مرفوع أصل الحكم مرفوع الجواب كلا لأننا نعتقد بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجهل بناء على هذا المبنى نتكلم إذن أصل الحكم غير مرفوع فما هو المرفوع ما هو الموضوع عنهم ما هو المزال عنهم أصل الحكم لا ما هو الآثار بمعنى المؤاخذة خصوص المؤاخذة ومعنى رفعها ومعنى رفعها كرفع الخطأ والنسيان هو رفع لآثارها هو رفع آثارها جميعا في كل التسعة أو خصوص المؤاخذة فهو نظير قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فالكلام في المؤاخذ رفع عن أمتي ما لا يعلمون ما لا يطيقون الخطأ النسيان ما اضطروا إليه كلها يعني رفعت المؤاخذة عن الخطأ رفعت المؤاخذة عن النسيان رفعت المؤاخذة عما استكره عليه رفعت المؤاخذة عما لا يعلمون رفعت المؤاخذة عما لا يطيقون وهكذا هذا هو الاحتمال الثاني طيب ويمكن أن يورد عليه هنا اعتراض على احتمال أن يكون المرفوع هو خصوص المؤاخذة في التسعة فتخرجون الورقة التي كتب فيها أن المرفوع هو خصوص المؤاخذة وتكتبون هذا الاعتراض الذي هو الإشكال الأول وسيلحقه إشكال ثاني هنا يذكر المرحول المصنف إشكالين على فرضية كون المرفوع هو خصوص المؤاخذة تستخرجون هذه الورقة ورقة خصوص المؤاخذة يشكل عليها بهذا الإشكال الإشكال الأول تكتبون الإشكالات على هذه الفرضية لأن أنتم كاتبين الفرضية فوق فما يحتاج تكرارها أنا فقط أكررها الإشكالات على فرضية أن المرفوع هو خصوص المؤاخذة في جميع التسعة الإشكالات أنتم تكتبون الإشكالات على هذه الفرضية الإشكال الأول الإشكالات على هذه الفرضية نقطتين شارحة الإشكال الأول هو هذا الإشكال الأول أن ظاهر الحديث هو النظر لرفع الآثار الناتجة عن الجهل بالموضوعات ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن الله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة إنما المؤاخذة المرفوعة إنما هي المؤاخذة على الجهل بالموضوعات وكلامنا هنا في الشبهة الحكمية الجهل بالحكم وليس الجهل بالموضوع فيكون الحديث خارجاً عما نحن في بيان ذلك مسألتنا هي الشبهة الحكمية الشبهة الحكمية يعني أعرف أن هذا تدخين هذا تتن أشك في حكمه هل هو حرام أو ليس بحرام الموضوع معلوم الشك في حكم هذا الموضوع في حرمة هذا الموضوع هل هو حرام أو ليس بحرام هذه مسألتنا الظاهر من الحديث هذا الاعتراض يريد أن يقول الظاهر من الحديث أنه مختص برفع الآثار الناتجة عن الجهل بالموضوعات وليس في مقام التصدي لبيان رفع الآثار الحاصلة من الجهل بالأحكام فالحديث يتحدث عن الجهل بالموضوعات ونحن بحاجة إلى دليل يتحدث عن الجهل بالأحكام هذا الإشكال طيب كيف عرفتم أيها المعترضون بهذا الاعتراض كيف عرفتم أن الحديث متوجه لبيان رفع الآثار الخاصة بالجهل بالموضوعات مثل ما أنه كان يريد أن يشرب ماء فشرب خمرا جهلا منه أن هذا جهل بالموضوع ولا يعرف أن الخمر حرام وأن الماء حلال ما عنده شبه حكمية جهل في الموضوع أو استعمل كتابا ولم يكن يدري أن هذا الكتاب مغصوب يعلم هو أن الكتاب غير المغصوب يحل الاستفادة منه الكتاب المغصوب يحرم الاستفادة منه هنا جهل الموضوع جهل الصغرى وليس الكبرى الصغرى ما هي هذا مغصوب هذا خمر هذا نجس هذا متنجس هذه الصغرى الموضوع الكبرى وكل خمر يحرم شربه وكل مخصوب يحرم استعماله وكل نجس يحرم شربه أو أكله فشكه ليس في الكبرى اللي هي الحكم شكه في الصغرى هذا خمر هذا شك هنا بينما بحثنا في هذه المسألة هو شك في الكبرى شك في الحكم أنا أعلم أن هذا تتن ولكن أجهل وكل تتن حرام وكل تتخين حرام وشرب التتن حرام وكتبغ حرام هذه أجهل فمسألتنا في الكبرى كبرى التحريم والحديث يتحدث عن الصغريات الجهل بالصغريات هكذا أقول كيف عرفتم أن الحديث يتحدث عن الموضوعات والجهل بالموضوعات رفع الآثار المترتبة على الموضوع وليس بصدد رفع الآثار المترتبة على الحكم كيف فهمتم ذلك قالوا بقرينة السياق لأنه عندنا كلمة رفع واحد وعندنا تسأ أمور مرفوعة فالظاهر أنها من سنخ واحد في بعضها موضوعات إذن في الباقي أيضا موضوعات أنا أعلم أنه فيما اضطر إليه البحث في الموضوعات أو فيما لا يطيقون البحث في الموضوعات وليس في الحكم ولا الحكم معلوم الموضوعات الكلام فيها فإذا كان في بعضها في الموضوعات إذن في الباقي هو أيضا في الموضوعات مختص في الموضوعات لماذا؟ لأنه في سياق واحد قد جاءت في سياق واحد رفع رفع واحدة وعندنا تسعة أمور مرفوعة إذن هي من سنخ واحد وهو الموضوعات فيكون الحديث أجنبيا عما نحن فيه ويمكن أن يورد عليه بأن الظاهر من الموصول في ما لا يعلمون بقرينة أخواتها هو الموضوع وليس الحكم أعني فعل المكلث غير المعلوم فعل المكلث غير المعلوم هذا مرفوع طبعا مرفوع بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه إما آثار مرفوعة أو جميع الآثار مرفوعة أو خصوص المؤاخذة تكتب الإشكال في كلا الوراقتين خصوص المؤاخذة أو العموم كالفعل الذي هذا مثال للموضوع مثال للصغرى كالفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو لا يعلم المكلف أنه شرب الخمر أو شرب الخل وغير ذلك من الشبهات الموضوعية فلا يشمل الحكم غير المعلوم وبالتالي الآثار المرفوعة أو جميع الأحكام المرفوعة أخذ فيها أنها آثار أو أحكام لخصوص الموضوع المشتبه ما لا يعلمون كذا لماذا؟ لأنه في الباقي كذلك فهنا فيما لا يعلمون أيضا لوحدة السياق هذا هو الإشكال الأول الإشكال الثاني الإشكال الثاني أنه إذا نريد أن نقدر المؤاخذة التفتوا أحبتي إلى هذا الإشكال لو قلنا أنه ما لا يعلمون هنا في ما لا يعلمون ملحظ فيها الحكم وليس الموضوع ما الذي سيحصل سيلزم لازم باطل الإشكال الأول قال أثبتنا أن الحديث عن الموضوعات من خلال السياق فالبحث في ما لا يعلمون هو في الموضوعات فقط هذا الإشكال الأول بقرينة السياق وحدة السياق الإشكال الثاني يقول لو كان الذي يرفع لو كانت الآثار التي يراد رفعها جميع الآثار أو خصوص المؤاخذة لو كانت هي الحكم للازم لازم باطل وبالتالي ليست الحكم إذن هي الموضوع فإذن الاعتراض الأول يثبت مباشرة أن المراد هو الموضوع كيف؟ من خلال وحدة السياق الإشكال الثاني يقول أنه فرضية أن المرفوع هو الحكم أو أن الآثار المرفوعة هي آثار الحكم يلزم منه لازم باطل فينفيه فيثبت أنه الموضوع ما هو اللازم الباطل؟ عندما يقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون بمعنى الحكم لو افترضنا هكذا أنه الحكم فسيكون الآثار المرفوع المؤاخذة المؤاخذة على الحكم لأن الحكم لا يعلم فالمؤاخذة على الحكم لو افترضنا أن المرفوعة هو الحكم فستكون الآثار المرفوعة هي آثار الجهل بالحكم أليس كذلك؟ ما هي هذه الآثار؟ المؤاخذة فسترفع المؤاخذة عن الحكم المجهول صحيح؟ قل هذا باطل لماذا باطل؟ لأن المؤاخذة ليست على الحكم بما هو حكم وإنما المؤاخذة على عصيان الحكم وليس على الحكم بما هو هو حكم ثم عصيان ثم مؤاخذة والمؤاخذة على العصيان عندما يقف العبد العاصي نستجير بالله نسأل الله سبحانه وتعالى أي وحاسبنا بمنه ورحمته ولطفه وكرمه عندما يقف العبد العاصي ليحاسبه الله سبحانه وتعالى نستجير بالله المولى يقول له لماذا الحكم هو الوجوب؟ لا يقول له لماذا تركته لماذا عصيته لماذا فعلت المحرم فالحساب والمؤاخذة والعقاب ليست على الحكم بما هو حكم وإنما على عدم امتثال الحكم فأنتم إذا قلتم أنه ما لا يعلمون يعني الحكم الذي لا يعلمونه فرض مسألتنا هذا الحكم مجهول فترتفع آثار الحكم فترتفع آثار الحكم رفع عن أمتي آثار الحكم الذي لا يعلمونه صحيح؟ هنا العقوبة والمؤاخذة هل هي من آثار الحكم؟ بما هو حكم؟ الجواب كلا المؤاخذة والعقوبة ليست من آثار الحكم وإنما من آثار عصيان الحكم فلا يقال رفعت أثر الحكم يقال رفعت أثر العصيان العصيان هو فعل من الأفعال وتكون العقوبة عليه لا الحكم بما هو حكم إذن لو افترضنا أن ما لا يعلمون هي الحكم الذي لا يعلمونه وهو رفع للآثار أو رفع للمؤاخذة فيقال رفعت الآثار أو رفعت المؤاخذة عن الحكم الذي لا يعلمونه والمؤاخذة ليست على الحكم فإذن جعل المجهول هو الحكم هذا غير صحيح غير متعقل غير متصور غير مناسب لأنه الحكم بما هو حكم لا يسبب المؤاخذة فلا معنى لرفع المؤاخذة عنه وليس الحكم أثر وليست المؤاخذة أثرا للحكم حتى ترفع وتوضع وإنما المؤاخذة أثر للعصيان وعدم الانتثال هذا هو الإشكال الثاني وبناء عليه لا يكون المقصود هو الحكم وإنما المقصود هو الموضوع مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم لماذا؟ لأن المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عليها فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على ما اضطروا إليه الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على ما لا يطيقون الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على الخطأ لا يؤاخذ على النسيان لا يؤاخذ على ما استكره عليه لا يؤاخذ عما لا يعلمون فإذن لا يؤاخذ عليه بمعنى إذا كان ما لا يعلمون هو الحكم يعني لا يؤاخذ على الحكم و الحال أنه لا معنى للمؤاخذة على الحكم و لا معنى لعدم المؤاخذة على الحكم لأن الحكم ليس فيه مؤاخذة لا إثباتا و لا نفيا و إنما المؤاخذة إثباتا و نفيا على ترك الحكم على عصيان الحكم و لا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة بما هي حرمة لا معنى له المجهولة و غير مجهولة كلمة مجهولة لا تشبهكم هنا حتى الحرمة المعلومة لا يؤاخذ عليها وإنما يؤاخذ على ارتكابها على عصيان التكليف إذن بهذين التقريبين نثبت أن المؤاخذة المذكورة ليست مؤاخذة على الحكم وإنما هي مؤاخذة على الموضوع فقط وفقط والحكم غير منظور في الحديث هنا عبارة قال لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم جماعة نثنين ما قال إما للموضوع وإما للحكم ما فصل قال لا يمكن جمعهما معا لا يمكن جمعهما معا لماذا؟ باعتبار أنه بعضهين بعضهين قطعا للموضوع وليست للحكم ونحن قلنا أن الرفع في جميعها على نسق واحد سواء قلنا أنه رفع جميع الآثار على نسق واحد قلنا خصوص المؤاخذة على نسق واحد صحيح؟ كان الكلام في الورقة التي تقول خصوص المؤاخذة ولكن المؤاخذة على نسق واحد كلها المؤاخذة عليه المؤاخذة عليه المؤاخذة أو جميع الآثار جميع الآثار عليه هنا يرد الإشكال أنه في بعضها نعلم سنخه نعلم حقيقته وهي وهي الموضوع في بعضها نشك فيه هل هو الموضوع هل هو الحكم ونحن ملتزمون بأنها على نسق واحد فإضا يجب أن يكون الموضوع والحكم لا نستطيع أن نخرج الموضوع ونقول هنا في خصوص ما لا يعلمون بالحكم في تلك في الموضوع ما ممكن لأنه ملتزمون نحن في البداية أنها جميعا على نسق واحد نعم عندنا ورقة ثالثة أنها في كل منها بحسبه هنا يمكن نقول في تلك في الموضوع وهذه في الحكم بطريقة ما نعم هي من آثارها صحيح عندنا حرمة ثم تركن لهذه الحرمة عدم امتثال للحرمة عصيان للحرمة فينتج المؤاخذة هي من آثارها فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من آثاره الورقة الثالثة يمكن ذلك نقول ما نعلاق بالتسعة الباقيات الثمانية الباقيات كل واحدة لخصوصيتها كل واحدة المرفوع بها ما يناسبها فالمرفوع الآثار المناسب لهذا الآثار المناسب لهذا الآثار المناسب لهذا فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من آثاره أمكن أن يقال إن أثر حرمة شرب التتن مثلا هي المؤاخذة على فعله لاحظوا هنا كان عندنا مقدمة مطوية كان عندنا مرحلة ناقصة عندنا حكم وهو حرمة شرب التتن وعندنا مؤاخذة ولكن عندنا شيء ناقص في الوسط وهو فعل هذا الأمر المحرر فعل هذا الأمر هذه المقدمة المطوية المقدمة الناقصة الخطوة الناقصة فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال رفعت المؤاخذة على الحرمة يعني عند عصيانها عند ارتكابها عند عدم امتثالها عند فعل الأمر المحرر فكملت كملنا الصورة أين كملنا الصورة فقط في ما لا يعلمون هذه المقدمة ما نحتاجها في الأمور الباقية ما اضطروا إليه يعني فعل ما اضطروا إليه هو موضوع وليس حكما وكلامنا هنا في الحكم ما لا يعلمون افترضناها الحكم وليس الموضوع نعم هي من آثارها ولكن بالواسطة يعني المؤاخذة من آثار الحرمة ولكن بتوسط العصيان عصيان للحرمة فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره اللي هو الاحتمال الثالث أمكن أن يقال إن حرمة شرب التتون مثلا ما هو أثرها المؤاخذة عليها على الحرمة لا على فعله على شرب التتون فهي مرفوعة يعني الحرمة مرفوعة أو المؤاخذة مرفوعة وليس الحرمة المؤاخذة على هذه الحرمة يعني المؤاخذة على الفعل الذي هو عصيان لهذه الحرمة المشتبهة المجهولة مرفوعة ولكن ما يقبل هذا الكلام ما يقبل هذا الكلام يقول أنه لكن الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة إذا افترضنا أنه الكلام في المؤاخذة وليس في عموم الآثار نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات بما هي وهنا لا يمكن أن ننسب المؤاخذة إلى الحكم نحتاج أن نوسط الفعل والظاهر أن هذا ما موجود الظاهر أن المرفوع هو المؤاخذة عليها بما هي هي والحرمة ليس عليها مؤاخذة بما هي هي ثم قال والحاصل هذا إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق سيأتي في الحصة اللاحقة أحبتي هذه الحصة تقرأ جيدا تلاحظ جيدا تكتب الملاحظات عليها سنحتاجها كثيرا في الحصص اللاحقة والحمد لله رب العالمين الله 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 اشتركوا في القناة